السلام عليكم أنا عمر جهامي بهذا الفيديو بدي نحكي عن موضوع جدا مهم واللي هو الـ SEO أو Search Engine Optimization تحسين نتائج البحث وكيف بإمكانك أنك تتصدر نتائج البحث في جوجل هذا الموضوع لا أخفيكم صار أصعب كل يوم والمنافسة عم تزداد وعدد المواقع كل يوم بيكون فيه عديد الملايين من المواقع الجديدة فأكيد لازم يكون فيه طرق مختلفة للتعامل مع هذا الموضوع احنا بهذا الفيديو وضعنا لكم أربع طرق إذا طبقتهم راح تتصدر نتائج البحث في جوجل وممكن تكون نمبر ون في جوجل هذا الفيديو كتير مهم احضروه حتى النهاية هدول الخطوات اللي احنا موضحينها طبقوها زي ما احنا شارحينها بدها تعب وبدها وقت ولكن صدقوني التعب اللي بتحطه أنك تخلي موقعك فيه مركز عالي بنتائج البحث في جوجل بسوى بكل المعايير احنا شفنا شركات تغيرت حياتها لما صار النتائج البحثة بعتها في جوجل بمركز عالي لأنها بطلت ادفاع اعلانات الناس صاروا يلقوها بشكل أسرع وهذا الاشي الكل بتمحله طبعا فزي ما حكيت لكم احضروا هذا الفيديو حتى النهاية وخلينا نبدأ الآن بالخطوة الأولى الخطوة الأولى هي استراتيجية الكلمات الرئيسية وحجم البحث عشان نفهم الموضوع أكتر بدأ أوريكو هذا الرسم البياني الآن هدول كلمات تقريبا في نفس المضمون وهون المنافسة وهون عدد مرات البحث الآن كل ما كانت المنافسة أعلى كل ما كان عدد مرات البحث أعلى يعني هاي حجز طيران المنافسة عالية وعدد مرات البحث عالية المنافسة عند حجز طيران رخيص أقل نوع عمى وعدد مرات البحث أقل لما تنزل لتحد بتلاقي حجز طيران رخيص مثلا إلى القاهرة أو إلى الرياض بتلاقي المنافسة أقل وبتلاقي عدد مرات البحث أقل دائما مختصين الـ SEO بنصحوا أنه الشخص بالبداية يدور على الكلمات اللي هي بيكون منافسة عليها قليلة حتى لو عدد مرات البحث عليها أقل ولكن فرصته أكبر أنه يبين في بحث جوجل بمرتبة أعلى فعشان نقدر نعرف هدول الكلمات وإيش التفرعات اللي إحنا بدنا إياها بنروح أول شيء على أداة اللي هي أداة تخطيط الكلمات من جوجل هاي أداة مجانية من جوجل عشان تقدروا توصلوها وتنشئوا حساب بإعلانات جوجل بتقدروا ترجعوا للفيديو تبعي اللي هو اسمه إعلانات جوجل رح أحط لكم الرابط بالدسكريبشن تحت فبنروح على الكيوورد بلانر وبنعمل على discover new keyword وبنكتبه هون على سبيل المثال حجز طيران أو أي كلمة أنت بتتعلق في البزنس تبعك بنعمل get results الآن هون بدنا نغير اللغة للعربية وبدل من حط الإمارات خلينا نفترض أنه إحنا بمصر على سبيل المثال ونضغط على save فرح تلاقوا أنه كلمة حجز طيران اللي هي بتم عليها 33 ألف بحث بالشهر حجز تذاكر طيران حجز الخطوط السعودية فبتبين عندكم كل ما تنزلوا لتحد ببين لكم عدد الأفيرج منثلي سيرتش اللي هو عدد مرات البحث والكلمات الرئيسية فأنتم من خلالها بتقدروا تقدروا اللي هي الكلمة الرئيسية اللي أنتوا بدكم تضيفوها للموقع تبعكم خلينا ندور على شي تاني مثل مثلا أنت عندك شركة تنسيق حدائق بدك تكتب هون مثلا تنسيق حدائق تضغط على get results الآن بتشوف الكلمات البحثة اللي موجودة شركة تنسيق حدائق منزلية شركة تنسيق حدائق إيش الناس عم بتدور هون بيبين عندك الآن إذا مثلا بناخد دولة مثلا نتل السعودية رح نلاقي إنه تنسيق حدائق منزلية فيه 480 بحث المنافسة عليه عالية فإنت عشان تعمل ranking أو تتميز في هذا الجملة هاي رح تكون الموضوع صعب بالنسبة لك فإنت وين ممكن تروح؟ تروح على شركة تنسيق الحدائق لأن المنافسة عليها medium يعني متوسطة أو ممكن تنزل لتحت تدور على تعمل sort by competition كمان مرة بنضغط competition بندور على اللي هي المنافسة low يعني زي ما إحنا حكينا بالرسمة التوضيحي تنسيق وتنسميم الحدائق المنافسة قليلة ولكن في عشر أشخاص بدوروا كل شهر وهذا قليل جدا فإنا لو بدي أشتغل على هذا الموضوع بأخذ الكلمات اللي هي مكتوبة عليها medium يا مثلا أنت عندك 590 بحث على شركة تنسيق حدائق وهاي المنافسة عليها medium فبتجه لهدول الكلمات أكتر على أساس أنه أقدر أعمل ranking أو أطلع ببحث جوجل بمراكز عليا فها هي الخطوة الأولى لأنك تقدر تعرف الكلمات الرئيسية فالأداة هي أداة جوجل ads في أداة تانية اسمها ubersuggest رح أحطرك لكم الرابط في أسفل الفيديو هاي ubersuggest هي أداة معمولة من شخص اسمه نيل باتيل هذا بيخليك تقدر برضو تعرف الكلمات الرئيسية فبنروح على keyword ideas على ubersuggest وبنحط هون اللغة بندور على اللغة العربية ناخد مثلا Arabic سعودي أرابيا وبنكتب هون برضو تنسيق حدائق نعمل بحث هذا الموقع بيبين لك الكلمات الرئيسية اللي موجودة في تنسيق حدائق وقديش هي الفوليوم الحجم البحث عليها وقديش اللي هو إذا أنت بدك تعمل إعلان على جوجل قديش بكلفك النقرة وهون بيسموها الbed difficulty يعني قديش صعوبة أنك أنت تكون عندك إعلان على جوجل يعني يطلع في مراكز أولى بيسموها وهم بيسموها الـ SEO difficulty يعني قديش صعوبة برضو أنك تصير عليها بمراتب عليا اللي هو بطريقة organic أو بطريقة طبيعية غير مدفوعة الحلو بهذا الموضوع أنه بعطيك إشي اسمه related بس تكبس على related بعطيك جميع الكلمات اللي إلها علاقة في الموضوع ولكن مش بصلب الموضوع فبعطيك كلمات عديدة وهي الكلمات أنت من هون بتقدر تعرف اللي هو إحنا بهمنا هذا اللي هو بسموه SEO difficulty estimated competition in organic search the higher the number the higher the competitive يعني كل ما هذا الرقم أعلى كل ما كانت المنافسة عليها بsearch organic اللي هو غير مدفوع فبتصير تطلعي مثلا عندك هاي الكلمة شركة تنصيق حدائق بجدة الفوليوم الشهري عليها حجم البحث 390 ولكن صعوبتها أقل وكل ما تنزل بالأرقام بتشوف ايش الصعوبة أقل وانت بتصير تقرر شو هي الكلمة اللي انت بدك تستهدفها وهذا فعلا هو tool اسمه Obersuggest tool مميز جدا فانت بعد ما تختار الكلمات الرئيسية باستخدام هدول الأداتين اللي هم Google Keyword Planner وObersuggest بصير عندك هاي الكلمات بتحطها بlist عشان ننتقل للمرحلة الثانية الخطوة الثانية اللي هي جودة المحتوى الآن إذا بدي أعمل بحث على أفضل مايكروفون على سبيل المثال بدي أروح على النتائج اللي هي الـ Organic بلاقي هادا النتيجة هون بست أرابيا بكبس عليه بدي أعرف ليش هادا الموقع طلع بالبداية ايش الميزة فيه بلاقي المحتوى اللي موجود في الموقع هو محتوى rich يعني مكاتب الزلمة بزمة وضمير جميع التفاصيل وGoogle كل ما يحس انك انت عم بتحط معلومات كتير والناس لما يدخلوا على الموقع تبعك رح يستفيدوا كل ما رفع الموقع تبعك بنتائج البحث فاحنا عملنا مثلا افضل مايكروفون خلينا نشوف اذا هو مضمن هاي الكلمة ضمن طلع هون افضل مايكروفون يعني خلال كتابة المقال او النص بضمن الكلمات الرئيسية اللي هو بدي يستهدفها افضل مايكروفون شوف كم مرة حاططها فهذا الاشي كتير مهم انك انت تعمله كلمات الرئيسية بتضيفها بالتايتل وبتضمن كل الكلمات الفرعية جوه المقال هذا ايش كتير مهم ولازم تكررها اكتر من مرة وكل ما حطيت صور اكتر وكل ما كان الويبسايت تبعك يحتوي على معلومات كتير كل ما جوجل فضله وهاي يعني معروفة ولا فيها اي استنتاج ولا شطارة مني هاي معروفة من زمان كتير انه كل ما كان المحتوى تبعك جيد كل ما جوجل فضل الموقع تبعك الان عشان تقدر تعمل بلوغ او مدونات وتضيفها للموقع تبعك انا بنصحك تشوف الفيديو تبعي اللي هو كيفية انشاء موقع على الورد بريس لانه احنا مغطين هذا الموضوع كيف تنشئ مدونة وتلحقها بالموقع بالتفاصيل وراح احطلكوا رابط للفيديو بالدسكريبشن وخلينا الان ننتقل للخطوة الثالثة الخطوة الثالثة اللي هي الميتا تايتل والميتا دسكريبشن شو بنقصد فيهم الميتا تايتل اللي هو هذا اللي بطلع هون في بحث جوجل اللي بسموه متا تايتل وهذا الميتا دسكريبشن كل موقع وكل صفحة في موقعك لازم يكون لها متا تايتل وميتا دسكريبشن مختلف الان اذا انت قمت بانشاء موقعك عن طريق الورد بريس راح تقدر انا الان بالموقع تبعي بالورد بريس في بلاجين احنا بنزلينه على الصفحة تبعتي او على الموقع تبعي اسمو يوست اس اي او بمكنني اني انا اكتبش كيف بدي يطلع منظر البحث بجوجل انا بقدر من هون مع سبيل المثال شلت هايت تتغير وبصير يعطيني هو اختراحات ليصير هذا الخط اخضر انا هذا شرحه بالتفصيل بكيفية انشاء موقع الورد بريس لان الموقع انشأناه من السفر فسهل جدا كنا نتحكم بجميع هاي المعطيات اذا انت الموقع ما انت اللي انشأته يعني فيه شركة اللي انشأته بدك تحكي معهم ان يضيفه لانه بيصير الموضوع بيضيفه بالكود تبع الموقع بطل الموضوع سهل اذا مش معمول على الورد بريس فبدك تحكي معهم تقولهم انهم يضيفوا الميتا تاج والميتا ديسكربيشن لصفحاتك وتتأكد ان هدول الميتا تاج والميتا ديسكربيشن فيها الكي ووردز أو الكلمات الرئيسية اللي أنت بدك تستهدفها فإحنا الخطوة الأولى خلينا بس نتذكر كانت إنه إيجاد الكلمات الرئيسية الخطوة الثانية إنه نضمن الكلمات الرئيسية بمحتوى وهذا المحتوى يكون غني جدا والخطوة الثالثة إنه إحنا نضيف الكلمات الرئيسية للميتا تاج والميتا ديسكريبشن عشان تقدروا تعملوا ميتا تاج وميتا ديسكريبشن مشروح بالتفصيل رح أترك لكم رابط اللي هو كيفية إنشاء موقع الورد بريس بالدسكريبشن وتقدروا ترجعوله أو تقدروا تعملوا موقع من فروم سكراتش يعني دائما إذا أنت عندك موقع والموقع هذا خربان بصراحة يرح يأثر كتير على الاسي او فالأفضل أنك تعمل موقع من السفر والآن خلينا ننتقل للخطوة الرابعة الخطوة الرابعة واللي هي مهمة جدا اللي هي اسمها الروابط الخلفية إنشاء الروابط الخلفية أو الباك لينكس شو بنقصد فيها؟ اللي بنقصد فيها إنه كم موقع بيدل على موقعك يعني على سبيل المثال خلينا نروح على البحث اللي هو أفضل مايكروفون ونشوف هذا الموقع اللي بيّن عنا ببداية النتائج فإنت هذا هيك بتقدر تعرف المنافسين تابعونك كيف يشتغلو فتأخذ الموقع المنافس تبعك وبتروح برضو على الموقع اللي هو أوبر ساجست وبتعمل بيست للدمين في الموقع وبتعمل سيرتش فهون أعطاك هو المعلومات تبع هذا الموقع اللي هو بيست أرابيا دوتكم أول إشي بتشوف إيش الصفحات الرئيسية اللي موجودة عنده وبعدين بتقدر تشوف إيش هو الكلمات الرئيسية اللي هو الجوجل ماخده عليها بصفة عالية بس إحنا مش هذا الهدف تبعنا من هذا البحث الهدف تبعنا إشي يسموه الباك لينكس نكبس على الباك لينكس الباك لينكس هم الروابط اللي بيشبكوا على الموقع فعلى سبيل المثال لو كبسنا هون على هذا اللينك فإحنا الآن بهذا الموقع هذا الموقع فيه رابط بيودي على بيست أرابيا وين الرابط خلينا نكتشفه خلينا نشوف مثلا هذا شايفين اللي هون أفضل سماعة بلوتوث لو كبسنا عليها وين بنروح بنروح على بيست أرابيا اللي هو الموقع تبعنا فهذا هم بيسموهم الباك لينكس اللي هم روابط موجودة على مواقع أخرى مواقع عليها أثورتي عالية أو سلطة عالية كيف بنقدر نعرف أن الموقع سلطته عالية بنروح هون شايفين هذا الموقع اللي هو إحنا دخلنا عليه اللي هو أفضل سماعات البلوتوث الـ Domain Score 55 شو معنى الـ Domain Score اللي هو سلطة الموقع دائما المواقع اللي هي فوق الخمسين السلطة طبعتها عالية فأنت لازم تضمن لينك للموقع تبعك بمواقع سلطتها عالية عشان جوجل يعترف يعني على سبيل المثال لما يكون مثلا بي بي سي حاطت مقاله حاطت فيه لينك للموقع تبعك بيعتبر جوجل بيعتبر أنه موقعك إنه إشي واو لأنه بي بي سي بالنسبة له هي موقع كتير مهم أو السلطة تبعته عالية فعلى سبيل المثال لو رحنا مثلا إحنا على Booking.com كdomain يعني اللي هو هذا الموقع Booking.com شايفين الدومين سكور تبعه قديش 95 يعني هذا أعلى إشي لأنه موقع كتير مشهور فجوجل معتبر أنه الدومين سكور تبعته 95 فعشان هيك أنت دائما بدك تدور على المواقع اللي إلها سلطة عالية وتحط الرابط تبعك من خلالها الآن طب أنت بتحكي طب أنا موقع جديد وما بعرف ناس وين بدي أروح أحط موقع فيه طريقتين الأولى خلينا نرجع برضه على Best Arabia بتدور على المنافس تبعك وبتروح بتدور على اللي عاملهم المنافس تبعك أوكي وبتروح هون على هذا الموقع مثلا وبتحكي مع هدول الناس اللي هم المتصلين على الموقع في عندهم كبسة تتصل بنا بتقول لهم والله أنا بدي أحط مقال عن شيء معين أنت بتشتغله وبتقول لهم أنا بس بدي أحط رابط تمام فهم مدام حطوا لهذا الموقع أكيد بحطوا لمواقع تاني ما عندهم مشكلة ممكن يطلبوا منك فيه صغير وممكن ببلاش بتدور مثلا على الموقع هذا اللي هو تيك إيكو برضه بتبعت لهم بتقول لهم أنا بدي أحط رابط عندكو لموقعي طبعا بالمجال تبعك لأنه أنت خلينا نفترض أنه أنت بمجال هذا إشي بخصك أو إشي إلو علاقة بالبيزنس الخطوة اللي أسهل من هيك أنك تروح على فايفر دوت كوم بتدور على سي او باك لينكس شو بحكي لك هون هاي كوليتي سي او غيست بوست بموقع الدومين اوثوريتي ماي دي اي اللي هو دومين اوثوريتي تمانية وتمانين يعني الدومين اوثوريتي طبعه عالي جدا فهو بروح بعمل لك ارتيكل بتقول له أنا بدي أحط الوبسايت تبعي و بدي أحط عن الموضوع الفلاني أو أنت بتبعت له الموضوع اللي بدك تكتب عنه أو النص هو بحطه بهذا الموقع و بصير يعمل لينك للموقع تبعك في كتير منهم هدول ايوال ثري هندرد اس اي او باك لينكس جيد جدا أنك تضيف الباك لينكس من خلال هدول يعني أنت بخمسة وثلاثين دولار بخمسة وعشرين دولار هدول بيسهلوا عليك الأمور وبعطوك يعني مثلا هذا بقول لك I will provide domain authority 90 يعني الdomain authority 90 ايش كتير عالي ويحط باك لينك للموقع تبعك طبعا هدول بدهم يعني بعد ما يحط اللينك بده شهر لشهرين عشان يبين النتائج ويصير يطلع في جوجل بمرحلة عليا زي ما وضحنا بهذا الفيديو في أربع خطوات رئيسية هلأ أول ثلاث خطوات بيسموهم on site يعني هدول انت بتعملهم على الموقع تبعك والخطوة الأخيرة بيسموها off site هاي اللي بتعملها انت على مواقع تانية وبيتكون related للموقع تبعك طبعا الـ SEO هو بيسموه بالانجليزي work on progress شو معناته؟ معناته انه هذا عمل مستمر ما بنتهي دائما فيه تطوير وتحسين دائما بدك تكتب مقالات جديدة دائما بدك تحسن الـ content او المحتوى تبعك ودائما بدك تبحث على أماكن وتحط فيها back links للموقع تبعك الـ SEO ما بيجي بيوم وليلة يعني انت مش تعتبر انك عملت دول الخطوات بكرة ستصحى الصباح تلاقي موقعك number one لا بده وقت بده شهرين بده ثلاثة وحسب انت الجهد اللي انت بتحطه بالخطوات اللي احنا شارحينها بتمنى انكوا تكونوا استفدتوا وبتمنى انكوا تشتغلوا على موقعك ولموقع تبعكوا يكون موقع واضح وتركزوا على الكلمات الرئيسية زي ما احنا موضحينا بهذا الموضوع وبتمنى لكم دائما الخير والسلام عليكم